ايام كابتن حسان مثلا او كابتن جمال غنبور او كابتن اصام عبد الفتاح هل ممكن حكم مكانش يروح المعسكر ويحكم ده فين الكلام ده انا بسأل لا خالص انسى انسى الكلام ده بابني على ده السؤال اللي جاي هل كابتن محمد عادل وما قيل انه لم يحضر المعسكر الاخير وعمله معسكر تاني ما حضروش هل كان من الافضل التدرج يعني لعب ماتش في القسم اللي تحت طبعا انا مختفق مع حضروك وده قلت انا نعم قلت ان محمد ما كانش مهيئ نفسيا نفسيا لها زين المباراة محمد عادل حكم كبير اه حكم كبير نعم لكن هل هو مناسب بالمباراة دي هل هو مهيئ نفسيا انه يدير المباراة دي بعد يا كابتن احمد محمد في القائمة ولا مش في القائمة محمد يروح معسكر لو مايروحش محمد مروحش الصوبر ولايروح نعم وبالتالي تجي تديه المباراة اللي افتتاحنا لان زمانك في الناس هتختلف أنا تقول لي ايه كابتن محمد عادل عنده خبرات يا كابتن الحكم لازم يكون مهيئ نفسيا نعم عشان يضر يدير المباراة بشكل جيد لكن بالطريقة دي لا انا كنت مختلف مع محمد نفسه نعم ولازم يحافظ على نفسه هو نفسه يرفض نعم يقول لا يا جماعة اهو محمد عادل حكم كويس اه طبعا اه حكمات جايدين طيب شايف انه في سراع ما بين محمد فاروق ابراهيم نردين شاف فيه سراع على من يدير من يضع التعيينات ولا كده اللجنة فل الفل وعلي العل لا لا مش فل الفل ولا العل نعم لا فيه سراع طبعا نعم خلينا بقى صرحة يعني مش هنقول فيه كلام حنقوله ومش فيه كلام حنقوله انشة زي ما حضرك قلت لا فيه هو مش هتسمى سراع فيه اختلاف كبير في وجهات النظر لا سراع يعني انا هسميها كده اختلاف في وجهات النظر لو انت موجود في لجنة الحكام كنت هعمل فاصل بينه ونزبط الدنيا لا غير الفاصل لو انت موجود في لجنة الحكام اتكلم عن عاماتش الزمالك والبنك الاهل كنت هتحمل مسئولية انت حضرك اهو تاني كابتن توفيق قال انه الاتنين بنالت البنك الاهل مش بلنات بس ده رأي فني في الاخر بالزبط المشكلة كانت في البنالت اللي اتحسبت على النادي الزمالك ان هنا لا تحتمل الرأي الفني بالزبط حتحمل المسئولية لك الكابتن محمد عادل ولا كابتن محمد اميدو سلامة المسئولية الاكبر على الكابتن محمد عادل في القرار النهائي هو النهاردة ميني بياخدوا القرار النهائي في المباراة الوكافتنان يعني نهاردة انا محمد سلامة اميدو والله الراجل شاف حاجة معينة فجاب الراجل قال له كاسب امن نهاردة القراري نيوال حكم المهراء امن لا اخذ القرار حسبت او ما احسبش او صر challenge قراري. هو ده الموضوع. نعم. حصلت في مباراة الاهلي. سيراميكا. خالد جمال الغندور استدعى الحكم محمود باسيوني. على وجود احتمالية مخالفة قبل احراز طهر محمد طهر هدف الاهلي. نعم. طلع محمود باسيوني. شافه قاله لا. قاله لا. ما خدش عشرين ثانية. واصر على قراره. مزبوط. فإذا هنا القرار النهائي الحكم المباراة. هل انت من انصار انه الحكم يتنوروا ويتلمعوا. وكل شوية يطلعوا في التلفزيون. خالص. ولا حكم ساحة ولا حكم فار ولا. ولا يقرب من ناحية المياه ولا يمشي جنب القناة. قلت لك هيكلم عن نفسه وعن تاريخه. هيكلم بعد ما يبطل. اه. بعد ما يبطل حضرتك. بسه مش من حقه برضو ان يقدم نفسه انه الناس تعرفين. بعد الموسم حضرتك ما الناس شافاه في الملعب يا كتن. اه. خمسين ستين الف ما بيشتموا الحكام. يعني الحكام ما شاء الله معروفة من الحتة. كابتن لو انت حكم وحاسس انه فيه حد قوي في اللجنة ضدك. وعشان اكون انا بحبش الانشا. اكثر وضوحة يعني. اه محمد عادل او كابتن محمد عادل يشعر تماما انه كابتن ابراهيم من رودين كان يرود اخصائه من القائمة الدولية. وان اللي وفق معاه كان محمد فاروق. هل ده يؤثر على اداء كابتن محمد عادل? هل يؤثر على صخته في نفسه? طبعا. 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 العلاقة بين الحكم والمسؤول. لازم تكون يعني لو حضرتك رجعت. انا مش عايزة اضرب كل شوية مسلمية. بس عايزك تكلم الحكام. في الفترة انت ولدت فيها. كانت علاقة عاملة زي بالحكام. بما فيه محمد عادل. نعم. انا كنت بصاح بالحكام. انت بصاح بالحكام. وتكلمه. جاهز. هه. اخبارك ايه. طبعا تعمل ايه. طبعا تيجي امتى. طبعا تتمرن ايه. اه طبعا. هما موجودين هم كلهم. شايف ان الافضل الفصل من ابراهيم نور الدين ومحمد فاروق واحد منهم يتولى رئاسة اللجنة? لا بص اقول لحضرك الله. انت جيت من البداية كالتحاد مصر للكرط القدم. وقلت محمد فاروق رئيس لجنة الحكام للشؤون الادارية. وابراهيم نور الدين. رئيس رئيس اللجنة الفنية. خلاص الملابقة واضح. انا كده بقى كنت اعطلع اغني لك اقول لمركب اللي فيه رئيسين تغرق. ما اخلي بالك. ما فيش حاجة لها رئيسي. اسمعني يا كابتن. اسمعني اسمعني اقول بس حاجة. انا ما كملتش. والله ما كمل. فضل. هو بوساكة وكلينة مش في الاتحاد دولة اتنين. ماشي. بوساكة وكلينة. ماشي. مش كده برضو. نعم. مش فيه كل واحد عارف بيشغله فين. هناك ثقافة مختلفة. طب ما كابتن جمال الغندور هو ما نستحدثة. ما نستحدثة. المنصب اللي مدير الفن. مش كده برضو حدو كنت موجود. مديش مشاكل خاصة. بس ما ما اتكلمش فيه. انا بكلم انه ممكن مدير فني يبقى على علاقة وثيقة وتعاون رائع مع رئيس اللجنة. هو لازم يتعاون. هو دول بتعاونه. لا. طيب ما انا بقولك الحقيقة لا. الافضل الفصل. الافضل واحد يستمر. فترة اللي جاية. ها. اهمشي مع الرأي ده. بس انت دلوقتي بقيت مؤيد لخبير اجنبي رغم انك كنت ضد. لا انا مش مؤيد. مش مؤيد حتى هذه اللحظة. لا. لا. خالص. لا خالص. رافض تمام. انا بقول لحضرك بقى امانة شديدة. اه. حتى لو جي خبير كويس. ما هو انت لو هتجيب خبير كويس هيتعامل مع سيد ما احنا اجيبنا خابرين. اه. هل المردود يقول ان احنا نجرب لتالت مرة. اه. هل برضو كابتن احمد فيه النقطة عندنا مهمة جدا. نعم. اه. سعيد حمزة قال جملة. قال سامير عثمان. نعم. قال ياسر عبدالرقوف. تامر دوري الرئيس لجنة حكام لبنان. نعم. طبعا عارف. نعم. طب. الكفاءات دي. ليه ما بندرهمش الفرصة زي ما بنديرها للاجنبي. نعم. ليه ما بندرهمش زي ما بنديرها للاجنبي. نعم. شايف اي حد منهم ممكن يدير اللاجنة بكفاءة؟ اه طبعا عندي ياسر عبدالرقوف يدير. نعم. وطبعا ساميري لو ما كانش هيكون موجود عدو مجلس ادارة او مرشح نفسه عدو مجلس الادارة. ساميري يقدر يدير. هو هو ياسر. كمان. طبعا. قبل ما اخذ السوشيال ميديا. احنا عندنا تأهيل علمي. تأهيل حقيقي للحكام ولا اي كلام. لا. نص نص يعني. نص نص. ما فيش امكانيات كبيرة اول. ايه هي ايه ايه الامكانيات. وراء وقلم ممرية مسلا. لا مش وراء وقلم ممرية. اه. برحل الحكامة كانوا فين. كانوا في احد الفنادق في مدينة نصر. نعم. اه. ابراهيم عمل مجهود يشكر عليه جدا جدا جدا. كلم الجماعة بتقول كاف. الاجهزة موجودة بتاعت السيمولي. اعملوا سيموليتر هناك في 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 الفندق. على اجهزة الكاف. نعم. الكلام ده مش موجودة عندنا. نعم. فانت بتغزر برجل مش عارف ايه كده زي ما بيقولوا. نعم. يعني انت النهار ده خلي معنا. قل مشروع الهدف ده. قل مشروع الهدف يا كبت نحمد. لما تعمل. لما تعمل. حتى ما فكروش يعملوا فيه تراك. ده في. عشان لاجه فيه نقطة. عشان اختبارات الحكام. مش كده برضو. تراك. بلما روح نشحك من نادي نصر. انا قلت في تونس. لقيت مبنى كامل للحكام. انا قلت روحت. مبنى كامل للحكام. اه طبعا. ايوة. ايوة. في تونس. وما لعب كامل للحكام. انا كنت في زيارة. انا بقولش هولندا ولا المانيا ولا فرنسا. كابت نحمد. احنا بلد كبيرة وبلد عظيمة عندين امكانيات. انا روحت الاتحاد الاماراتي مرضو عملت الزيارة الاتحاد الاماراتي. نعم. ودخلت الغرف بتاعت تقنية الفيديو بتاعتهم. ودخلت الغرف اللي بتحصل فيها الاجتماعات. وشفت الملاعب. وشفت الفندق. وشفت المطابخ.